بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء يا سيد احنا يوم الحد بنتفقد بيتنا عشان نشوف ايه اخبار التوافق والسعادة اصدين ان احنا نتعامل مع كل التحديات الموجودة في البيوت نتعامل معها ومن غمطش عنيها ولكن نتعامل معها بكل وضوح حتى لو كان الكلام ده في بعض الاحيين ممكن يكون مش على مزاج بعض الناس لكن هو لازم نتكلم عليه عشان نقدر نحله عشان بيوتنا نقدر نوصل بيها الى التوافق ومنها الى الرضا الى السعادة لان في بعض الظواهر اللي بتظهر في مجتمعاتنا بعض الناس بيتغفلوا عنها ويبقى مسكوت عنها بس يوم ما بيبقاش مسكوت عنها لان هي طول الوقت بتوجعنا وطول الوقت بتقلمنا في الفترة الاخيرة لاحزنا مجموعة من الظواهر السلبية اللي انتشرت انتشار النار في العشيم اللي ممكن تؤدي الى عدم استقرار الاسرة وزيادة حالات انخفاض التوافق الزواجي ومن ثم ارتفاع نسب الطلاق النهاردة هنتكلم بقى عن ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة محتاجين نركز شوية فيها وهي ظاهرة اختلال الادوار ما بين الرجل والمرأة او اختلال الادوار ما بين الزوج والزوج بشكل عام في اختلال ما بين الادوار ما بين الرجل والمرأة وبشكل خاص في اختلال ما بين الادوار ما بين الزوج والزوج وعشان كده بقينا نشوف اسر كتيرة بتتولى الزوج فيها المسؤولية عن البيت ايوا انا سامع دلوقتي الستات ويقولوا ايوا والله يا مولان في مع غياب الزوج او تهربوا من اداء دوره اه 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 في ناس بتتهرب من اداء دورها فبتقوم بتربية الاولاد وادارة شؤون البيت وممكن يصر الامر ان هي كمان تتولى ان ينفقها على البيت بما فيه كمان مصاريف الزوج نفسه نعرف ازواق كتيرة لم ينجدتهم على زوجته وعشان كده ظهر في بيان الجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء الصادر في اليوم العالمي للأسرة في 2020 وجدنا ان ما بين 24.7 مليون اسرة في مصر عندنا 3.3 مليون اسرة مصرية تعول عمراء يعني 13% تقريبا 13.5% من الاسر المصرية تعولها الام ومن بين 100 ام في 13 ام بتعول اسرة باكملها وساعات الاسرة دي بيبقى فيها الزوج وده وفقا للارقام الرسمية طبعا فيه سيدات بتضطر عشان كده مع وفاة الزوج او اصابته بمرض يمنعه من العمل فبتقوم باعالة الزوجة باعالة الاسرة وده بيكون عمل بطولي ساعتها بتبقى المرأة بطلة ولما بتعمل الدور ده احنا كلنا بنشيلها فوق رصنا لكن المشكلة لما يكون الزوج موجود وقادر على العمل لكنه مش متحمل للمسئولية وبيدفع زوجته للعمل وتولي النفقة وإلا الاولاد مش هيكلوا ولا هيتعالجوا ولا هيتعلموا ولا يعيشوا حياة زي بقيت البناء المين اقصد زي البناء المين فبتضطر هي اللي تعول الاسرة عشان خاطر اولادها انا عارف ان انا وبتكلم انتو بتفتكروا اسر كتير وانا عارف ان انا وبتكلم فيه ناس بتتوجع لان تقاعس الزوج عن دوره وتخليه عن دور القوامة اللي معنى الرعاية والقيام بشؤون الاسرة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال الرجال وقوامونا على النساء بما فضل الله وبعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ومع نزول المرأة اللي عمل بقا واللي بتكسب منه بتتكسب منه عشان تسعى لأولادها وبيتها وبتجد نفسها اتسمت ببعض السمات بعض السمات الرجالة فتلاقي زوجها على طول بيعترض عليها على كده وبيقول لها هو انا متجوز واحد صاحبي فالوضع ده نتيجة لتحملها مسؤوليات الرجالة فمن الصعب الحفاظ على قلوسيتها بلا تغيير وبلا تأثر لازم في بعض الاحيين تخشن صوتها والتخن ولازم بعض الاحيين تخبط على الترابيزة ولازم في بعض الاحيين تعمل كده ولازم بعض الاحيين تبرع ولازم بعض الاحيين يبقى هندامها هندام اشبه بهندام الرجالة ومع ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بقوارير والتعبير عنده في عصر حضرة النبي بيدل على رقة المرأة وبيعبر عن سماتها المختلفة عن سمات الرجل تماما المرأة لها سمات والرجالة لها سمات فالرجل موصوف بانه عنده جلد وعنده شدة وعنده في بعض الاحيين خشونة فلما المرأة تضطر لنزول العمل من الطبيعة انها تكتسب شيء من سمات الرجل عشان تتحمل الظروف العمل اللي في كتير من الاحيين بتبقى صعبة شكرا